مرحبا برج الحوت اهلا فيك عزيزي برج الحوت الشريك يرى انه انت قمت باختيار خاطئ هو اخطأ نعم يشوف نفس انه هو اخطأ لانه ما اتخذ موقف واضح وصريح معاك بخصوص العلاقة بخصوص الشراكة اللي بينكم ولكن في نفس الوقت انت اخطأت عن طريق كركبة الامور مادر احسك انه انت ما كنت واضح معاه في نوايات حتى في اسلوبك في توجهك ما كنت واضح ابدا فكركبت الموضوع زيادة هو يرى ان انتو الاثنين ساهمتوا في الانفصال في الانفصال مع بعض ولكن في نفس الوقت قاعد يحاول انه شا اقول لك قاعد يحاول انه يتخطى هاي الجرح او يتخطى هاي الالم اللي بينك وبينه وينظر الى الجانب الايجابي من الموضوع هو يرى انه فيه امكانية للرجوع في المستقبل يراك شخص نعم كاحتمال انه يرجع لك في المستقبل ويكون بينكم مثل التواصل الرسائل يعني راح يبتدي بشي بسيط ولكن هو بانتظار هاي العتمة الغيمة البضاض الوقت المكركب اللي بينكم بانتهاء انه ينتهي خصوصا اذا كان فيه تدخل من الاهل او الاهل مثلا سببوا بتفاقم الموضوع او ينتظر ان هاي الموضوع يعدي على خير وتوررون ثم فيه مرحلة هدوء هدوء تام الرجل المعلق عندنا هني اوكي ومن ثم راح يكون مستعد انه يبتدي معاك من الصفر عندنا كرد المشاغب يراك ايضا انه انت اللي ابتعلت المشاكل انت اللي ابتعلت خلنا نقول انت سبب الاساسي للمشكلة اللي صارت بينكم الانفصال ولكن هو ايضا ساهم نزين فراح يحاول انه في المستقبل ان شاء الله يبتدي معاك شي جديد لان ايش هو يراك ان انت تستحق فرصة ثانية احس ان الظروف وتدخلات الاهل وتدخلات الاخرين الظروف كانت المحيطة بكم ما تشجع على انه يتم الارتباط او يستمر الارتباط فكأنما هني يراك شخص يريد ان يبحث معاه في فرصة ثانية وثالثة ما يريد انه يوقف الموضوع عن شري ويستسلم اللي بعده ما هي خطوة القادمة عزيزي برج الحود شريكك او الشخص اللي منفصل عنه في الفترة القادمة رح يحاول انه يغير محيطة بشكل كامل كأنما هو يرى انه ايضا بينكم اختلاف في العوائل في القبائل اختلاف في طريقة التربية في البيئة ممكن حتى في الدولة في المذهب في اختلاف مهر مهني موجود رح يحاول انه يتقرب من بيئتك انت لان كأنه مهني شايفه الاختلاف في البيئة وتدخل الاهل سبب تفاقم الموضوع بينكم في الفترة القادمة رح يحاول ان يغير في السيستم كامل في النظام اللي هو يتبعه مثلا اذا كان من قبيلة معينة او عائلة تتصرف بطريقة معينة رح يحاول ان يختلط باشخاص هم اقرب لبيئتك عشان يرى الامور من منظور مختلف يرى الامور شون لو انا شفت الامور من منظور او حطيت نفسي مكان برج الحوت شون كنت رح اتصرف لو انا المبعد في نفس الموقف ومحتاج انه يفهم هاي النقطة اولا وهي اللي رح يسوي ان شاء الله في المستقبل ايضا رح يحاول التحرر التحرر من القيود المفروضة عليه بسبب انه ثمين كل واحد موجود في بلد امور مختصة بالهجرة امور مختصة بالموافقة الاهل امور مقيدة الارتباط مرة ثانية او الرجوع مرة ثانية رح يحاول انه يتحرر منها وايضا احتمال ان عرضه يكون رجوعه يكون فيه عرض مادة او شيء عملي يعني يظهر الحب مرة ثانية في الرجوع ولكن بشكل مادي بشكل عملي بشكل ملموس بشكل مشاعر والتعبير عنها واخرة وليس اخيرا كوب الحب الكوب الصافي رح يحاول ايضا انه شو يقولك يهتم فيك اكثر من السابق هو يحس بخطأه يحس انه كان مقصر في جانب معين فالفي تقصير ايضا من جانبه هذه خطوات القادمة ولكن هذه كلها امور لحد الان ما صار الترا في حياته يحاول يعمل عليها في هاي الفترة يحاول يكتشف عندنا السيف الصغير يحاول يكتشف شنو الموضوع ما هو الانفصال ما هو الالم اللي انا سببته او اللي محيته سببه لبرج الحوت من وجهة نظرك انت رح يحاول مثل ما قلتلك ان يجمع المعلومات يكتشف ايضا يكتشف اذا في عوائق امور قانونية امور تبع الهجرة امور تبع مثلا عدم موافقة على زواجكم من جهة معينة جهة رسمية رح يحاول ان يبتدي يبحث ويحل هاي الموضوع واخر شي ما الذي يخفيه الحبيب ما الذي يخفيه الحبيب ست الخماسيات سبع الخماسيات الغصن الصغير الخماسي افارس الارض الموت كارت برج العقرة احتمال كبير احتمال كبير ان تتعامل مع برج ترابي احتمال كبير احتمال كبير احتمال كبير الخماسيات خروج خروج مع الاصحاب بسبب اتباع الاسلوب معين اسلوب حياة معين ما كان يهتم فيك كفاية كان اهتمامه دائما خارج المنزل خارج العلاقة هو اللي خسر هاي العلاقة يعرف ان هذا هو خطأ اوكي هو يعرف ولكن ما رح يعترف لك فهذا الشي اللي قاعد يخفيه وايضا رسائل العشق احتمال انك وجدت رسائل عشق رسائل غرام رسائل غزل بينه وبين شخصتاني واجهته انكر بينه وبين نفسه هو عارف ان هذا هو سبب اساسي لانهضام العلاقة او الثقة بينكم ولكن يحاول ان يرجع عندنا فارس الارض يحاول ان يرجع في المستقبل ولكن بعد ان يغير نفسه لان الموضوع ما يبيل مجرد ان يرجع في حياتك هو مستوعب الموضوع ما يبيل فقط ان يرجع ويعتذر لازم يستطيع ان يغير اسلوب حياته عندنا كارت الموت كارت الموت هو كارت التحول كان في اسلوب قديم يتبع وهو اعزب او وهي عزباء لحد الان استمر استمر اثناء العلاقة او الزواج وساهم في انهدام العش اللي بينكم او الشراكة اللي بينكم بالاضافة الى وجود عندك شخص يحب يخلي خياراته مفتوحة عينه زائغة او دائما عنده مرسلات مع اطراف ثالثة دخلنا نقول اللي قاعدة في قبيلنا يعرف ان هذا هو غلطة ولكن عملية التغيير ما رح تكون سهلة بالنسبة له عملية موت الاشياء القديمة وخروجه جديد باسلوب جديد لان عندنا فارس الارض وهو الفارس البطيء تحول بسيط سيشهد الشريك ثلثترات القادمة وما رح ترى النتائج بين يوم اليلة رح تأخذ وقتها اللي بعدها قراءة العزاب ومن القادم في طريقة ما هي مواصفاتها وأطبعها كرت العدالة برج الميزان الشمس كرت برج الأسد كرت العدالة برج الميزان احتمال ان الشخص يشتغل او يعمل في الجهاز القانوني في الدولة او عنده قضية لحد الان ينتظر ان يصدر الحكم فيها الكوب الاول ولكن ما راح يصدر حكم اشوف هني كأنما راح يكون اما تنازل و اما صلح الفارس البطيء و المأدون مرة اخرى عندنا المأدون عزيزي برج الحوت كأنما هني الشخص اللي قادم في طريقك عنده لحد الان امور معلقة مثل ما قلت لك في الجهاز القانوني في الدولة ينتظر الحكم ينتظر الفرج عندنا الشمس وهي النجاح ووضوح الامور عشان يستطيع ان يعرض عليك الخماسي خاتم الخطوبة الزواج الارتباط العلاقة لحد الان في انتظار في فترة انتظار كأنما هو شخص راح يدخل حياتك ولكن ما راح على طول يعرض عليك كوب الحب او الخماسي لانا قلت لك اول ما يدخل حياتك راح يكون في عنده هو او حتى انت يا برج الحوت امور متعلقة هني اشوفها كأنما شراكة شراكة بزنس فشلت اتهام اتهام بخرقة لمثلا لقانون تجاري معين اشياء تجارية اكثر من كونها مثلا محكمة حضانة اطفال او شي مو ما شابه شخص سنه مش كبير احتمال ان في سنك انت يا برج الحوت او اكبر منك فقط بسنة سنتين ثلاث شخص ما يختار صعب انه يختار احتمال عشان تدي قتلك برج الميزان صعب انه يختار دائما متردد يفكر مليون مرة ويسأل ايضا مليون مرة قبل ما ان يختار وعندما يختار كان ما يختار خطأ عشان تدي موضوعه وصل اصلا الى النظام القضائي ناخد بعين الاعتبار وضع الحالي ما يملك الكثير من الاموال يعني عنده شوف انت تعامل او رح يأتيك هذا الشخص الدخل ماله عالي الدخل ماله عالي يعني يطلع اموال جيدة من بزنسه من تجارته من عمله ولكن طريقة صرفه لهذه الاموال طريقة تدبيره جدا سيئة انه دائما ينتهي اما ما عنده الكثير اما فقير اما محتاج وعنده دائما مخالفات متأخرات لم يدفعها اشخاص يطالبون بالاموال في النظام القضائي اوكي ولكن احنا عندنا المأذون يأتي من اسره متدينة اسرته متدينة اختلاف ان بيئته ايضا احتمال بيئته مختلف عن بيئتك انت مو شديد التدين كما هذا الشخص هذا الشخص هو شخصيا ليس متدين ولكن اسرته متدينة محاطبة غير انه متردد رح يأخذ رأيهم طبعا قبل الارتباط قبل ان يعرض عليك كوبة رح اقول لك شيء اهني هو رح يعرض عليك الحب العلاقة نفسها الوجودة في حياتك نعم الماء موجود ولكن الخماسي مو في يده كأنما الخماسي لان هذا شخص متردد موافق مناضج فارس لحد الان لم يصل الى مرحلة الملك احتمال انت لتحصل على الخماسي احتمال شخص ناني شخص يرشحون للأهل يختارون للأهل انت تعامل مع شخص متردد مصاحب قرار ومصاحب اختيار الخماسي لحد الان في يده يده بما معنى يد اهله ايضا وراء اهله وراء ناس ما يسمح لان يرتبط على كيف وعلى راحته اوكي ولكن الحب رح يكون موجود خلا نشوف كيف تتعامل مع هذا الشخص الخماسيين الامبراطور المزيد من الطاقة النارية احتمال نبول جسيه كون ناري او ترابي سبعة السيوف عجلة الحال الكوبين مع هذا الشخص مراح هذا الشخص جيد اوكي ولكن مراح تقدر تحصل على مرادك اذا اتبعت الطريق الواضح طريق الشمس الطريق الواضح لا تسلك معه لانه اوه اصلا متردد الدائما لازم تكون في طاقة التأرجح طاقة التأرجح بما معنى ان انا مش جاد مئة بالمئة انا ما اريدك مئة بالمئة انا مش متأكد منك لما تقول انا مش متأكد منك اوه عنده فارس التغيير الفرسان هما تبع التغيير رح يحاول رح يكون كأنما بمثابة استرزاز يحاول ان يثبت نفسه لك اوكي اهني الامبراطور وجنبه سبعة السيوف ايضا يقول لك اذا تريد ان تحصل على مرادك من هذا الشخص او هاي العلاقة اذا عجبك هذا الشخص عليك ان تضع حدود تضع حدود وتكون عنيد بشأن مطالبك عنيد اهني يقول لك لازم تقوي قلبك عندك كرت برج الاسد تحت الامبراطور طاقة نارية لازم تقوي قلبك ما تخاف ما تتنازل مو اذا الامور ما مشت بطريقة معينة تقول اوكي رح نتبع طريقة اخرى مثلا لان اهلك ما وافقوا ابدا 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 الكرت هنا واضح لا تتنازل لا تتنازل لما يعرض عليك حبه والعلاقة مو على طول قتلك طاقة تأرجح مو على طول تأخذ منه الحب والعلاقة وخلاص تعتبر ان انتو ارتبطوا لا اهني يعطيك حبه عطى تساؤلات عطى غمور لا يحس انه هو ملكك في العلاقة لا يحس انه خلاص صرت ملكه وصار في حياتك لا محتاج دائما طاقة الابتعاد هو لازم يحس بعدم التأكد ان انت ما راح دائما تكون موجود في حياتك او عندك طاقة احتمال الرحيل 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 اذا ما مشت الامور بشكل جيد هذا النصيحة هي مو لأول فترة من علاقتكم هذه لي فترة ما قبل الارتباط ما قبل الزواج نحب الآن ما صار دواج نريد ان نحصل على زواج اوكي وتنتظر الفرصة المناسبة الوقت المناسب كأنما هني رح تأتيك انت فرطة مناسبة هذا الشخص هذا الفارس في لحظة معينة رح يصير جاهز ولكن عندك ساعة ما رح يكون جاهز طول الوقت لازم انت تحين الفرصة تكون تلاحظة تكون عندك طاقة الغموض الخفاء تلاحظة متى يكون جاهز مستعد عشان الارتباط عشان تلعب كرت الزواج الارتباط الحب لا يعني الزواج الحب لا يعني ان انت رح تقدم لي شيء ملموس عملي ثابت هاي النوع من الطاقة عندك عشان تحصل على مرادك انا اشوفك اذا حصلت اذا كنت في هاي الزواج رح تكون مرتاح لا تتسألني ليش احس ان المادة بتكون موجودة الاهل موجودين والاهل ايضا يساعدونك كثيرا يساعدونك ويساعدونه المادة الراحة الشريك او الحبيب مساعدة الاهل اهني مقتلك متدينين او متعصبين رح يكونون بالعكس بعد الزواج دائما يحاولون ان يساعدونكم يشدون عنكم المسؤولية ولكن طريقة حصولك على هذا الشخص او هاي الشراكة يجب ان يكون فيها شوي نوع من الخفاء الدهاء الذكاء الاجتماعي قراءة المرتبطين طبعا المرتبطين ممكن يكونون مرتبطين بعلاقة خطوبة او حتى زواج اول سؤال كيف يراك الشريك اثناء هذه الفترة برج الحوت شريكك وعدك بشيء وعدك بشيء احتمالك ان انتو تحصلون على منزل جديد تسافرون لدولة جديدة تذهبون لاكمال التعليم في دولة اخرى وعدك بشيء مهم وعملي اللي يسمحلك مثلا تحصل على وظيفة شريكك احتمال يكون من البرج الناري ابراج النارية زين ولكن هو وعدك بوعد وجدا في الفترة الحالية او القادمة خائف عندك رتسعة سيو في القلق خائف من ردة فعلك لان ادرك ان موضوع وعدك فيه ليس في يده مو في يده الموافقة لحد الان هو قاعد يحاول الموافقة لحد الان لم تظهر زين هو خائف من ردة فعلك يراك ان انت كأنما رح تكمل معاه او بدونه خصوصا اذا كان موضوع في سفر او تعليم او بيزنس او يخاف ان انت تتركها وحيدا وتكمل بدونه مو شرط ان تتركها يعني الانفصال بس تكمل خطة معينة انت اتفقت عليها مع بعض وتكملها بروحك يراك انت مستعد وقاوي اكثر منه انت اللي عندك الطاقة النارية انت اللي شجاع لمواجهة البداية الجديدة اكثر منها هو لحد الان مش واثق لحد الان يعيش من صراع داخلي بسبب النقلة اللي انت رح تنتقلونها لمنزل جديد لمحافظة جديدة دولة جديدة في انتقال في الوظيفة حتى في التعليم في انتقال هو يراك ان انت مستعد واقوى منه واشجع منه لاتخاذك هاي الخطوة وهو لحد الان يعيش في حيرة وممكن ايضا تكون معك وساع كسر بما يناسب جانبك من القراءة اللي بعدا ما هي نقاط قوتك في العلاقة اربع الاخصان من نقاط قوتك اللي راح فيك الشركة ان انت تستطيع المحافظة على توازنك وشراكاتك وعلاقاتك داخل المنزل في العمل او البزنس اللي عندكم وايضا ام في العلاقة خارج المنزل وايضا داخل العلاقة نفسها تستطيع كأنما ان تحافظ على كل التوازن وتتحول بسهولة في تركيزك من مثلا اركز على نفسي الى اركز على اهالي او على شركي من نقاط قوتك ان انت سريع التحول في العلاقة تستطيع ان تحافظ على بهل امانيتك او توازنك في اصعب الظروف من نقاط قوتك غير عن العزيمة الحديدية اللي راح فيك الشرك اخر شيء الغصنين شريك مخلص من نقاط قوتك ان انت شريك مخلص لا تخبر شريكك ما تتركه يواجه المصاعب وحيدا وهو يعرف ايضا شريكك وعزيمتك قوية يعني شو بسبب عزيمتك انت كأنما عندك ثلاث رغبات ثلاث ابناء ثلاث اهتمامات كبيرة في الحياة واحد على الدراسة الثاني على الاهل والاصدقاء الثالث على الحبيبة والشريك الابناء ايضا الكثير من المسئوليات الاهتمامات اللي قاعدة تلعب في نفس الوقت انت جدا احتمالك تتعامل مع برج اقرب ولكن مشرط ممكن ايضا يكون برج ناري انت جدا شاطر ان تنتقل من مسئولية الى مسئولية من دون كأنه مهني تقفز قفزات بهلواني تقفز مع المحافظة على توازنك هذه من نقاط قوتك والشريك ايضا معجب فيها معجب بعزيمتك الحديدية ليش قاعدة اقولك انت هنا اشجع من شريكك كأنه ما انت قلت له يوم من الايام اذا جمعنا المبلغ المعين اذا حصلنا على الموافقة اذا صار كذا كذا راح نسوي كذا كذا انت فعلا قاعد انت متوجه نحو اللي قلت يوم من الايام انك راح تسوي انت على الطريق الصحيح شريكك متخبط عندها خوف عندها قلق نقعد يركز على التفاصيل او المشاكل الصغيرة عشان ما يركز على النظرة العامة والاهداف الكبيرة اللي وضعتها مع بعض وعدتوا بعض بشي تنتقلون مثلا من المنزل تشترون منزل جديد خلال ثلاث سنوات منزل ملك يعني عندكم هاي النوع من الطاقة في شراكتكم اللي بعدها خمسة السيوف لا تدخل في تنافس مع الشريك ولا تقارن تطوراتك ونجاحاتك مع نجاحة لازم تدرك تشركه في امرك تعتبر ان نجاحك هو نجاحة بسبب دعمه بسبب وجوده على الاقل في حياتك انت عندك الدافع والحافظ انت تعمل وتنجز يا برج الحود تجاه احلامك لا تدخل معا في طاقة المقارنة في طاقة انا افضل منك انا اشجع منك اوكي ولا تتركه ايضا وحيدا لتعامل معا هاي المشاعر السلبية او خوفه وقلقه من دون ان تحاول على الاقل انك تساعده كرت الشيطان كرت الشيطان الاوهام الافكار السلبية اللي داخلنا المخاوف تقريبا مثل تسع السيوف اللي عندنا هنا لازم تكون معا انت ضد معركة الانتصار على المخاوف ثلاث الاكواب والذات الاكواب هي طاقة اقضى الكلام التشجيعي الكلام التشجيعي طاقة الطعم طاقة اللي انا رح اعزمك على العشاء او رح اسوي مثلا اهني انت قاعد تنجح يا برج الحود اوكي بدل ان تترك الشريك وحيد يحس ان هاي مجرد نجاحك انت اشركه في امرك خلي يحس ان النجاح مشترك بسبب جهودكم كلامك لازم يكون لولاك انت ما قدرت تسوي لولاك انت كان ما وصلت هاي النوع من البطاقة عشان تحافظ وتطور العلاقة وايضا تخرجه من مخاوفه الخاصة واذا تطلب الامر اعمل عزيمة احتفال حاسسه باهميته مع السماع الاهل والاصدقاء احتفل فيه قدم له شيء يرغب فيه ولكن مو شيء مادي هنا المطلوب مو ان تقدم له مثلا سفرة او هدية غالية لا تحتفل فيه امام الناس تحتفل بعيد ميلاده تحتفل بنجاح معين له وان كان بسيط ولكن تكون العزيمة والاحتفال باسمه لان كأنما هو شريكك سيمر بمرحلة قادمة شوي ضعيف فيها اوكي عزيزي برج الحود هذه كانت قرائك ترجمة نانسي قنقر